بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندنا يونة السادس من كتاب الانشاء واللي نحكي به عن الكمبرازن أو الكنتراست بارغراف اليوم رح نحكي عن موضوع الانشاء الذي يتحدث عن التناقض أو يتحدث عن المقارنة خلينا نقول أفضل المقارنة وهي نقاط التشابه والاختلاف عند أي جانبين أو أي شيئين أو أي شخصين بشكل عام كالمعتاد هذا اللي بالبداية مقدمة للحكي هنا نبدأ نحكي يقول لك فارغراف ذات كمبير واند كنتراست يقول تو كمبير أنك تقارن it means how to people things or people places or things are similar شلون أن هناك شيئين أو شخصين أو مكانين متشابهين both teachers and students need to spend a lot of time preparing for a class الطالب والأستاذ الطالب والأستاذ اثنيناتهم يحتاجون يحضرون لدرس ماليتهم طبعا هنا هناك تشابه طيب أما يقول لك أنك هذا نتقارن to contrast حتى تناقض it means to discuss how to people كيف شيئين شخصين مكانين شيئين are different إذا 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 فد شيئين مختلفات نقول علي إحنا هذا compare إذا contrast تناقض والكمبير هو تشابه يقول one main advantage of bicycle over car is that bicycle doesn't create my any pollution يقول الاختلاف البيسيكل عن السيارة عن البيسيكل ما ينت التلوث وهذا أيضا اختلاف يعني هذا معناه هنا هناك اختلاف هنا في هذا تمرين يقول brainstorm idea to compare and contrast هنا يقول لك طي اشياء تناقض و اشياء اختلاف والموضوع هذا حسب انت بشكل عام يعني حسب ما انت تحب تكتب عن انها طبعا عندنا نشاء رح نقرأ ونشوف عن شنو النقاش ستاتفورد يونيفورسيتي موضوع هذا من ايميل و الى ايميل اخر يحشون عن هاي الجامعة طيب قال هلو شريفة ها يو اي هوب اي 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 هل تؤمن ذلك؟ سادقين، قلت قلت معاً جميعاً بيجاناً وقلت أخبرني أنه يتحرك أن يذهب إلى مدينة ويجب أن يذهب إلى مدينة هذا شيء عظيم وقلت أن أذهب إلى مدينة وقلت في مدينة مدينة من قرارة أنتقل إلى جونس يونيفرسي سوف نعيش في المدينة سوف نكون نعيشين في المدينة هل تقلقين أين سوف نتعيشين؟ أردت أن نتعيشين؟ أردت أن نعيش في عائلة مضيف في المدينة لكنني أردت أن أعيش في مدينة مدينة بس أنا أريد أعيش شوية با كان بمدينة مدينة أعتقد أنهم مدينة مدينة أعتقد ما أمكن أماكن أثنين هم مزينين لكن في مدينة 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 ولكن تتعيش بمدينة مدينة بقاعة بصالة أفضل عندما تتعيش مع أجائزة تحتاج إلى مدينة 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 لازم تلتزم إياهم بالوقت على الأخرى عندما تتعيش في مدينة في مدينة مدينة تستطيع أن تفعل ما تريد عندما تريد بس أنت من العيش بحديك تقدر تسوي شيء تريده المكان وزمان المناسب مدينة من الأصور مع معجرتي مع ناس أنت ما تحتاج شكروع كما ت aqui طبعاً الأكل اللي يطبخ لك أكيد الفلوس but you have to pay extra for this in whole ولكن لازم تدفع شيء إضافي plus بالإضافة there could be complications about sharing the kitchen if everyone wants to cook at the same time واحد من يقدر يطبخ بعض الأحيان ويا نفس العائلة ذلك يطبخ شيء خاص however when you live in a flat in a hall ولكن بالرغم ذلك من تعيش بشقة بصالة you get to choose what you want and when you want بس أنت دائماً يعني من تعيش بشقة أبضل لك تقدر تحب بشتاكل شيء تحبه بالمكان والزمان والمناسب I hope I can convince my parents that I live in a hall would be better for me than living with a host family حقيقة أنا أتمنى أعيش بشقة واحدة أبضل مع عائلة طبعاً إذا نشوفها بالبداية أكو عندنا حد شيء مقدمة من ريدنا هائيا هذا الأساس هنا مقارنة ما بين السكن ما بين السكن في شقة أو سكن مع عائلة حقيقة أنا أشوف السكن مع عائلة غير مناسب برأيي الشخصية أنا جربته شيء وعشت بعائلة مو عائلة يعني هو عفن وإنما هي يعني تكون إليك غرفة داخل البيت ويعني إليك يعني إليك إليك شون إثما تقول غرفتك قاعة تكون شبيرة يعني فت شيء جيد بالنسبة للبعض بس الناس تكون محترمين طبعاً وكل يكون محترم وعائلة تكون محترمة طبعاً مثقفين جداً يعني ولكن يبقى حسب الشخص هو الفكرة بموضوعنا هذا الإنشاء أننا نتناقش بين شغيتين طيب كامباراتيف أند كونتشاستيف ستركتر طبعاً هنا عندنا أدوات نستخدمها للنقاش للمقارنة والتشعب الاند the man and the women are tall تشابه بوث إذن نستخدم الاند والبوث طبعاً هذه الأمثلة وكلها لازم تحفظ للتشابه أيضاً عندنا تو للتشابه نايدر للتشابه سملة ذننا كلهم نستخدمهم دائماً للتشابه تقريباً هنا أكو بيهم كم ملاحظة لازم نقولها أن الاند دائماً تجيني ورا الفاعل أغلب الأحيان بيتشي موضوع البوث تجيني بالبداية الآل سوف تجيني قبل الفعل عندنا just as تجيني ورا فاعل الكينونة لايك وايز تجيني قبلها نقطة وراحة فارزة تربط ما بين جملتين سيميلارتي نفس الحالة قبلها نقطة وراحة فارزة تربط بين جملتين جملة الأولى طبعاً راح نخلي لها سيميلارتوب لأن متشابهة في جملتين جملتين ربط بين جملتين طبعاً الجملة الثانية لأنه أنا عندي نقطة وفارزة فبهاي الحالة ما أقدر استخدم غير الكواز أو سيميلاري فنينم صح مو مشكلة لأن التركيب صحيح يعني هنا عندنا فراغ بالبداية وبالوسط طبعاً هنا هذا يا قاعدة تنتبه عليها تطبق عليه قاعدة البوث بوث ويها أنت لأن فراغين بوث أنت هنا يقول أز جاست طبعاً هو من قال الأز جاست فراح يصير أز جاست جاست أز مودرين أز فكل قاعدة وكل جملة لها لها نقاط حلها يعني مثل ما موجود يعني ننتقل الآن إلى الـ using مثل ما ذكرنا التناقب نسبة للتناقب يعني الكلمات التي نستخدمهم في التناقب هذه المفردات تستخدم للتحدث عن التناقب أولاً وهو تركيب is more expensive than يعني تستخدم المور أو اللس زائد صفة أو ظرف زائداً than يعني إذا لقيت واحدة من هذولة فراح تستخدم هذا التركيب المور و less واحدة من عندهم وراهم صفة أو ظرف زائداً than إذا تنتهي بهذه الجملة بهذا التركيب تنتهي than ودائماً يجون بوسط الجملة في الغالب التركيب الثاني هو صفة الـ er زائداً than مقارنة الـ er زائداً than مقارنة الـ زائداً than مقارنة الـ وكذلك عندي الأدوات اللي هما البات والوائل والثرو أعتقد إحنا كلتنا نعرفهم هذولة ثلاثة أدوات دائماً إذا أدوان بالوسط يجين قبلهم فالزة وأدوات استخدم للربط الجملة كذلك عندي المقارنة الـ he isn't the same as isn't the same as دائماً يجين وراها اسم في الغالب isn't the same as Not as not as fun as يعني التركيب الـ as as different from يختلف من دائماً يجين قبلها فعال كينونة different from وتجيني في وسط الجملة كذلك عندي كلمة إن كونترست هي أيضا تفتخذها من التناقض ويجيني قبلها نقطة وبعدها فارزة حوبر نفس الحالة قبلها نقطة وفارزة تستخدم للربط مانا جميلتين أضر ذهن نفس الحالة ونفس القاعدة عدنا هذا التمرين يريدنا أنحل هذا التمرين من حسب النقاط اللي عدنا فوق طبعا هذا التمرين إلى أكثر من إجابة الجملة الأولى لأنه أنا عندي فارزة فطالما عندي فارزة الجملة الحالة الوحيدة اللي أقدر أستخدم فيها فارزة هي الكلمات الثلاثة البوت والبايل والوثلو لأن ذولا يجين قبلهم فارزة فرح أستخدم واحدة منها ذولا التراكيب توقعين بشكل مختلف من اجابة قليبا هذي اجابة يعني من تختلف من بعضهم الآخر نقطة C طالما عندي نقطة وفارزة فرح أقول له هاو أفر على سبيل المثال طبعا هنا ونقول علي مور كوكلي ذان ان باست اللي هي الحالة الأولى المور وراها صفة وراها ذان فحسب الحشي اللي بينا لكم عليه حسب الملاحظة عدنا هنا تمرين برقم خمسة يقول رايت ايت سنتنسز اكتب ثمان جمل اربعة شابة واربعة اختلاف طبعا اذا نريد نحكي عنه نقول مثلا بوث اوف دي كارس كلا السيارتين ار ميد ان جرماني بين اثنيناتهم مصنوعين بالمانيا بوث اوف ديم ار بلاك ممكن اثنيناتهم لون السيارة بلاك مثلا بوث اوف ديم ار فور سيل اثنيناتهم للبيع بوث اوف كارس ار بوث اوف كارس هو دوك الكلب هو ثنينة هو سائق لنفس يعني كلها متشابه هما بنسبة للاختلاف الاختلاف يكون طبعا اكيد بالسعر هذا كذا وهذه كذا هذا حجمها اكبر و هذا حجمها صغير ممكن يكون الدور The first car has four doors While the small car has two doors إلا اللحظة أنا هسا من حجية تقلت While يعني استخدمت ال While لأن ال While تستخدم للتناقب فدائما استخدم الكلمات اللي يعدنا والحل أيضا موجود بناية الكتاب و طبعا تقدر انت يعني نظيف علي هادي مو مشكلة نجي هنا على موضوع comparison و ال contrast organization طبعا هنا يقول لك two methods of organization contrast first write about supporting points for the first topic ثم compare هنا عدنا انشاء يعني الفكرة يشوف بهذا الانشاء دا يشوفك بالبدأ عندك topic sentence طبعا اكيد نهاية و هذا الان بالوسط supporting sentences دون جمل داعمة ولكن الجمل داعمة نوع حدا من يكون بها أكو تناقض يعني حسا من قراء يقول when you read a story you need use of imagination a book usually gives a lot of description and the story so you can write and in addition بالاضافة الى ذلك conversations between our our details how look for يعني طبعا هنا احنا استخدمنا المقارنة طبعا قراءة الكتب والقصص شوفوا الفرق بيناتهم ولاحظ انه اكو مقارنة واكو ايضا بعض الاحيانة تشابه فهذا هي فكرة الانشاء لاذا لاحظة اذا نلقى بهاي القاطعة هنا عندنا تناقض بالتوبك سنتنس بالعفو سبورتنك سنتنس بها لازم يكون تناقض اختلاف ما بين شيئا وحقيقة انا اختصر الموضوع هذا الانشاء كل اللي يريده من عندك تكتب انشاء وتحط بي جمل اللي اخذناها النقاط التشابه او نقاط الاختلاف فموضوع يعني هاي التمارين الانشاءات احنا ما مطالبين بحفظ وقراءة هاي الامثلة ودراستهم لالامتحان هي مجرد امثلة يعني سواء تاخبها او ما تاخبها ولكن الغاية من عندها فقط المثال فقط المثال طبعا هنا ايضا هذا موضوع البلاك اوغنيزيشن اللي هو التنظيم البلاك اذا نريدنا نختار موضوع ونكتب عنه سبورتنك باينس جمال ساعدة ولهم شي لازم نكتب تناقض ويعني بمعنى انه هنالك شيئين ما بين شيئين ونكتب نستخدم الكلمات اللي اخذناهم احنا هذا نتدريب انه نحاول نتدرب عليهن مو مهمات اهم شي لازم ندرس الاساس ونحفظ الكلمات اللي عندنا لان ذنين اعتبرا اساس اعتبرا اساس مثال اخر شوف هنا منطهاي غولف والتنس قال لك اقراهم وشوف الفرق بيناتهم والتشابه يريدك تتحدد النقاط التشابه ونقاط الاختلاف تتحدد كبير؟ تعرف انك يصف بيرانتر نقش هذا الحدي في زميلك طبعا بلايد اوتدور تلعب بمكان كبير مكان مفتوح استعمال اتتقاط اتقاط في الغارة ملك اساس تلعب خارج او داخل. both man and women play. fairly cheap to play you spend as important skill. والسرعة مهمة جدا. اه. accuracy is important. الدقة مهمة. اه. play expensive. هيا طبعا هنا شوف اذا اللحظ هنا عدنا cheap. بينما هنا عدنا expensive وهذا ايضا نقطة اختلاف. يلعبون هذي تلعب خارجا بينما هذي تلعب داقلا وخارجا اثنيناتهم بيهم رجال ونساء اثنيناتهم بيهم رجال ونساء يعني تقريبا بفكرة مالتنا لازم نستنتج التشابه والاختلاف هنا منطيك يقول لك اختار رياضة تمام واكتب التشابه واكتب الاختلاف رح نيجي على الادفانتجز الادفانتجز والدافانتجز يعني الفوائد والااجابيات والسلبيات في الحقيقة اكون كتب هذا الموضوع تعتبره فصل كامل الموضوع كامل يعني اللي هو انشاء الاجابيات والسلبيات انا نكتب انشاء ونذكره عن ايجابيات وسلبيات اخر رح نتوقع مع التشابه هو التحدث عن الادفانتجز الوضع او الادفانتجز يعني راح ناخذ موضوع نذكر إيجابياته ونذكر سلبياته ونفس الأساسيات والكلمات اللي أخذناهم عند كتابة الإنشاء راح عند كتابة إنشاء التناقض في بداية الفصل هذين الكلمات نفسين راح نستخدم هنا وراح نشوف أكو عدنا تناقض وأكيد القاعدة مات الإنشاء اللي احنا دائما تعلمناها إنه الإنشاء بيه توبك سنتنس بيه كينكلودينك سنتنس اللي هي الهنا تكون بالوسط سببورتينك سنتنس عفوا وتنتهي الإنشاء بيه الكينكلودينك سنتنس اللي هي تكون آخر جملة هدا عاش يقول write to you about comparing or contrasting هنا يقول لك action films romantic film يابا أحتي فوائد الaction وفوائد الromantic إيجابيات وسلبياته يعني أحتي لعنى أي فيلم رومانسي مثلا أحتي إيجابياته أو سلبياته مثلا living in a small town العيش في مدينة صغيرة أو العيش في مدينة كبيرة طبعا هذا الموضوع يعني نختار شيء ونحتي عنه مثلا العيش في أماكن كبيرة وأتذكر فوائدها الخدمات موجودة أو كذا أو كذا أو كذا الفوائد كلا إلى آخر السكن في قرية صغيرة مثلا نقول هدوء راحة ماكو زحامات كل منه حسب رأيه يعني فهذه هي الفكرة شوف هناك قيل لك أكتب خمس جمل كلمات عن التناقض وأكتب عن التشابه يعني هنا نكتب عن التشابه خمس نقاط وهنا نكتب عن عن مقارنة بشكل عام يعني كمبرازن قلنا هو التشابه والكونتراست قلنا هو التناقض نعم نطيك مثال قيل لك ستاديينج انجليش أذكر الفوائد و أذكر المظار تيكس الاتف تايم أكيد هي مظار يتاخذ هواي وقت مفيد بتعلم لغة انجليزية و التحدث مع الجانب أكيد صح جيد لإستخدام الانترنت يعني يعني وإلى آخره طبعا هذا هو فكرة التمرين وهذا الأخير شي قيل لك اكتب لي إنشاء وشاركة ويا زملائك وتناقش به وسلم للأستاذ وليسا يصلح لك طبعا هذا كل ما يوجود بالنسبة ليونيت السادس شكرا